ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان ومن يسخى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعتنون وإن تعجب فعجبون قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب السطال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصوائق فيصيم بياما يشاء وهم يجابلون في الله وهو شديد المحال وهم يجابلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالره وما دعاء الكافرين إلا في الضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض قوعا وكرها وضلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخلتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السين زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وعما ما ينفع الناس فينكت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه نفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس النهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعنا إنما يتذكر أولو الألباب الذين يغفون بعهد الله ولا ينقضون المساق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم أقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعمالية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومنوصلح من آبائهم وأزواجهم ودرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميشاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحه بالحياة الدنيا ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزر عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخيف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عطاب أفمن هو طائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقول سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم بظاهر من القول بل زيل للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقا وما لهم من الله من واقع مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وضلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقع ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بكل أجر كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإنا نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب